اهلا بكو كل السيدات والشهدين بعد الفاصل ومستمرين مع اخبارنا واخبارنا من الاتحاد الدولي لكرة السلة واستراليا بتفوز بتنظيم كأس في سنة عشرين اتنين وعشرين بس للسيدات السنة دي النظام هيختلف او المراضة دي النظام هيختلف شوية ليه استراليا هتستضيف كل القرات عندها للتصفيات المؤهلة لكأس العالم عشان يطلع منها اتناشر منتخب يلعبوا في كأس العالم يعني ايه الكلام ده الكلام ده يعني قارة افريقيا التمن فرق اللي هيروحه هيروحه لعبه في استراليا لمدة اسبوع ويتأهل منها ناس الكلام ده هيحصل لمدة عام ده النظام الجديد اللي هم قالوا علي ودي تاني مرة استراليا تستضيف نهايات بعد النسخة اربعة وتسعين بكده استراليا تفوز بتنظيم كأس العالم للسيدات عشرين اتنين وعشرين في ظل هذه الازمات هنستمر مع المباراة الافتراء الناس في الملاكمة او جمهور الملاكمة بالمعنى الاصح في بريطانيا جمهور شهوف جدا بين مباراة الملاكمة برضو نفس الكلام طلعوا مباراة بين بطل او الاسطورة محمد علي كلاي وتيسون مباراة استمرت لمدة خمس جولات خمس جولات بالواقع الافتراضي والناس كلها كل المكسب عزيل بطلات كل مكسب عزيل بطلات عبارة عن التقويم الجثماني والحركي وقوة زي ما احنا شايفين قدامنا زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة متواجد اضاءات متواجدة دخول تايسون الى ارض الملعب ودخول كمان محمد علي الى ارض الملعب او يعني حلبة الملاكمة وكمان كل واحد من وجهة نظره هو بيشوف بصوا الناس عايزة تتعايش داخل الوسط الرياضي محمد علي بيقدر يفوز على على تايسون بالجولة الخمسة مباراة فعلا حاجة لطيفة الناس كلها عايزة تشوف الرياضة مرة تانية لان الرياضة هي تطور الشعوب كزا جولة قدام الناس وكل الجمهور والناس مستمتعة عالسوشيال ميديا خلي بالكم عالسوشيال ميديا ناس مستمتعة جدا بهزيه المباراة لان بطلين كبار في تاريخ الملاكمة في العالم نجمينا الكبير والاستوري محمد علي والنجمي الكبير الاستوري برضو تايسون قدام بعض لكن فعلا هم في الاخر الناس بتقعد قدام السوشيال ميديا مبسوطة بهزا الواقع الاخترادي عشان يعني حبهم للاعبة الملاكمة في بريطانيا هم اللي خلاهم يعملوا هزي السورة مجلة سن البريطانية بتعلن افضل عشر رياضيين في العالم في هذه الازمة بتعلن سن البريطانية افضل عشر رياضيين في العالم على مدار مش على مدار خلي بالكم على مدار التاريخ. عندنا فيديو مهم جدا. بنستعرض فيه كل بطل سنة البراطنية حطته. عشر ابطال بداية بمايكل جوردون. مايكل جوردون الاستورة الكبيرة في عالم الباسكتبول. مايكل جوردون كان حاجة مهمة كبيرة جدا في حياة الباسكتبول في في امريكا. مع ان دلوقتي عندنا ابطال كبار مايكل جوردون اسم في التاريخ لن يتكرر في كرة السلة الامريكية. رقم اتنين محمد علي كلاي. بطلنا الكبير. ده يعني بطل فعلا محمد علي اسطورة الملاكمة. عالم. وبعد كده. وين جريتس. جريتسكي. هوكي. بصوا بقى الاسطورة. بدأ بباسكت. بعد كده ملاكمة. وعد كده يروح لي الهوكي. وبعد كده بيبي روس بيسبول. اكيد هنشوف الفيديو دلوقتي نعرضه للناس. واحنا نتكلم عليه شخص شخص. وبطل بطل. ونجم كبير. ونجم كبار جدا في تاريخ العالم. وتاريخ الرياضة في العالم. الخامس. نجمينا الكبير مايكل فليفس السا كنا بنتكلم عليه. السباح الكبير. تمانية وعشرين مديليا اولمبية. تخيلوا تمانية وعشرين مديليا اولمبية. تاريخ. قال كده. الراجل خمس دورات قلهم فينا قدامنا ابطالنا الكبار. ونجمنا الكبار. في مختلف الالعاب. ونجوم على مدار التاريخ. في كل الرياضات. اكيد ما استمتعوا معهم. واكيد ما اتعوا العالم في وقت لعبهم. واكيد لسه في ابطال هيتولدوا في ارض العالم مختلفين. وممكن العشر دول يختلفوا كمان شوية. واكيد هو ده يعني الرياضة في العالم. هنروح لاخر خبر النهاردة. وخبر مهم وخبر عن برضو. نجمنا الكبار. آآ رفاقيل ندال. وآآ باو جاسول. نجمنا الكبار في السلة والتنس. بيطلوبوا بين هما بيعملوا مساعدات مالية. استهدافهم حداشر مليون يورو. لمكافحة فيروس كورونا في اسبانيا. نجم اسبان ندال قاعد. قال ان هو من خلال نشر رسائل التواصل الاجتماعي. عبر عن ثقاته في توحيد جميع الرياضين الاسبان في لحظات صعبة وحزينة وصعب شرحها. اكيد لحظات فعلا يصعب شرحها. واكد لعب التنس في رسالته انه يعاني من تأثير الوباء اللي غير في حياة المجتمع الاسباني. لا اغير في حياة المجتمع في العالم. كله. وقال لدال في الحقيقة كنت في المنزل لعدة ايام افكر باي طريقة يمكنني مساعدة بلادي في هذا الموقف الجديد كلين على الجميع. واضاف بعد تفكير توصلت لاستنتاج يوضح ان الشعب الاسباني لم يقصر مطلع الرياضيين. واللي احنا فيه حاليا جزء كبير منه بفضل دعم الجماهير. وجاء الوقت الرد الجميل. واضاف. كمان جسول قال ان موقف غير مسبوك والجميع يعاني من عواقب هذا الوباء. واضاف لكن بالتحديد اكثر من يعاني منهم هو صفوف الاممية المختصين اللي قلت عليها الدكاترة. وبيوجهوا الحداشر مليون يورو الى مكافحة فيروس كورونا. وده شيء مهم من نجوم كبار في هذا الوقت من العالم كله بيقف قدام هذا الفيروس لان فعلا فيروس قاتل فيروس مهم جدا كل العالم يتصدى ليه. فكل واحد من اتجاهه. زي ما احنا شايفين قدامنا النجوم الكبار بيعلنوا عن حملة تبرعات ب 11 مليون يورو وبكده وبكده خلصنا اخبارنا لكن حلقتنا اكيد ما خلصتش هنطلع للفاصل عشان نستقبل كابتن تامر عادل مدير قطاع الناشئين لكرة اللي ادي فيه عناد الاهلي. واسبكم مع نجومنا الكبار رحاب جمعة هدايا ملاك بيعملوا ايه في البيت عشان يقدروا يستمروا في مواسطة تدريباتهم داخل المنازل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة